السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جريمة هزة الوسط الفني لممثلة مصرية شابة في التلاشينات من عمرها هي الممثلة الشابة المصرية عبير بيبرس اللي طعنت زوجها بتعنت زجاجة حوالين تفاصيل الخبر ان نيابة العامة قررت حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس على زمة التحقيقات بتقمت قتل زوجها بتعن زجاجة مقصورة في صدره فتوفى داخل منزل الزوجية في البساتين خلال مشجرة جمعتهما والنقاضي المعارضات جدت حبس المتهمة لمدة 15 يوم على زمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحوالين الاسباب اللي دفعتها القتل زوجها قالت انه كان بيدربني وهو يعيش كل يوم على اي حاجة وبعد ما مات تسبب في دخول السجن منه لله بقى بالكلمات جي اعترفت الممثلة عبير بيبرس بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين واضفت المتهمة ان هي نفزت الجريمة بالمصطفة ليلة ارتكاب الجريمة قامت بغرز الزجاجة في صدره ليلقي او ليلقى مصرعه بعد انصفها على وجهها وان هي ما تملكتش نفسها وفقدت اعصابه وامسكت الزجاجة بعد انقصرت رقبة الزجاجة ثم غرزتها في جسده فسقط على الارض فقد الوعي ومات داخل المستشفى وعقب انتهاء المتهمة من اعترفاتها امام قاج المعارضات قرر بتجديد حبسها لمدة 15 يوم على زمة التحيئات بتهمة القتل العمد قسم شرطة البستين تلقى بلاغا من الاهالي بوجود شخص متوفي بعقار في شارع شوئية عبد المنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم بالانتقال والفحص تم العصور على جسد صاحب شركة مقاولات مقيم في محل البلاغ وفحص الجسد تبين ان بها اصابات عبارة عن جرح طعني نافد بالصدر وتم نقله الى مشرحة النيابة بزنهم وبسؤال احدى شهود العيان ايدت خادمتها الاسيوبية الجنسية 30 سنة ومقيمة بزات العنوان دقا خبرنا النهاردة عن الممثلة عبيب بابرس واخر قرار انيابة العامة بشأن الجريمة اللي انتقبتها في حق زوجها لو انتوا اول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس أسبكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته